يعني إذا كان مصر استضافت لقاه داعي بعز منها طبعا وبدعوة من القادم المصريين فهي طبعا في قاعدة في السياسة أن مصلحة أولا أنه مصلحة تدول الأخرى عارضة فإذا كان رأت مصر مثلا أن أي نتائج للاجتماعات هذه قد تؤدي إلى مدارة المصلحة المصرية فلن تسعي إليها وأعتقد تضمين المصلحة المصرية دائما وارد في اجتماعات عقيلة حفتر يعني إحنا إسمعنا من حفتر فقط يعني ملاحظة على قضية الحدود المصرية إحنا إسمعنا من حفتر زمعا بأن ليبيا قادرة لتنستوعب عشر مليون مواطن مصري فهذا معناها تغيير التركيبة السكانية لليبيا تماما طيب لكن إذا ما اعتبرنا بأن موقف حفتر وهو أحد الجالسين على هذه الطاولة محسوم فلنعتبر أيضا أن عقيلة صالح موقفه محسوم ماذا عن محمد المنيفي الذي يمثل المجلس الرئاسي الذي هو في منصب القائد الأعلى للجيش في ليبيا وهو أعلى سلطة سيادية في الدولة لا أنا أعتقد ما زلت اعتقادي بأن هذا الاجتماع مدفوع له من أكثر من جهة وليس فقط المصريين لأن الكلام على إيجاد دور المجلس الرئاسي مبكر يعني تكلموا عليها أكثر من مرة وحاولوا يخلوه نشط في القضية الليبية فهذه من الأمور التي حتى الليبيين نفسهم حاولوا أن يخلوا المجلس الرئاسي يسلك سلوك ينهي به سيطرة الأجسام هذه اللي لا تريد أن تصل إلى حل فبالتالي أعتقد أن الاجتماع هذا لا أستطيع أن أتوقع بأن المصريين فقط هما الدعين لها أم هما اللي يراها لكن طبعا لمصر يد في رسم بعض السياسات وبعض التفاهمات في هذا وربما ضغوطها على حفتر وزي ما أكدت التقارير واللي أشار إليها سيد الصيام بأن حفتر لا موقفة من قضية القاعدة الدستورية لأنه أعلن أو على الأقل أبدأ مرونة في موضوع القاعدة الدستورية لكن حط شروط أخرى الشروط هذه كان ضمنت ضمن القاعدة الدستورية فتعني أنه موجود في الصحة نعم